أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت اليوم الأربعاء 22 أدار 2023 يوسعي دونيا نصطديف معي في هذه الحلقة الدكتور محمود جباعي الباحث الاقتصادي والمال أهلا وسهلا فيك دكتور جباعي معنا في هذه الحلقة التي تأتي على وقع التقبط بسعر صرف الدولار والذي بالأمس لمس يمكن أقصى رقم وصل له سعر الصرف بتاريخه الذي هو 145 وقيل أنه في مناطق كانت عم بتبيع 147 ألف ليرة للدولار الواحد قبل أن يصدر حاكم وصرف لغنان التعميم الذي قضى بالعمل بصيرفة لدى المصارف الذي منم أضربه أو لقرر تفك الإضراب والصرفين من الفئة ألف لا ينزل سعر الصرف ويلامس 105 ألف ليرة الذي صار بالأمس أمر عجيب وأدى إلى تبعات عديدة منها شاهدنا اليوم حركة الاعتصامات بمختلف المناطق وتحديداً ببيروت إن كان للقطاع العام أو المتقاعدين أو حتى للصيادين اللي الأوضاع المعيشية عم بتطالهم مثل ما عم بتطال جميع اللبنانيين البداية أرحب بك مجدداً والناس بدأت تعرف شو صار؟ يعني بيريح خلال كل الخمسة دقائق 5000 ليرة سعر الصرف يطلع شو كان عم تصير؟ بالبداية تحياتي إليك ولجميع المشاهدين ورمضان كريم عاد عليك وعلى جميع بالصحة والعافية على أمل إن شاء الله يعني عيد على الشهر الفضيل يكون إلو باركة أمل لأنك الماليين تبلش الحلول السياسية حتى تنعك استرجاع على الأمور الاقتصادية والمالية بالنسبة لسعر الصرف أنا اللي كان عم بيصير بالمرحلة الماضية كان إلي رأيي فيه من لما كان الدولار حوالي 60 أو 62 ألف وأكفرت المصارف بغض النظر عن الأسباب حتى ما نكون نحن من المسبب وغيبناي بعض ما أكفرت المصارف حجم المداربات عليه رقم مهول وكان يرتفع دولار بشكل كتير كبير لحد ما وصل ل93 أو 94 ألف وقت دخل مصري في لبنان وعمل سعره في 70 ألف يعني كمان طلعت سعرفة من 38 ألف لسبعين ألف وكان ارتفاع جدا كبير بسعرفها وكمان هو مفاجئ أيضا لكل المتابعين لأنه كان متوقع سعرفة ممكن توصل لحدود الخمسين ألف حد أقصى فجأة صارت سعرفة سبعين ألف كانت خمسة وارعين ألف ايه طلعت 38 ألف بأول مرة خمسة واربعين كان متوقع ينعمل تعميم وكون سعرفة خمسين وبهذه النقطة أنا بدي أشير لها شغلة مهمة نبني عليها نرجع هلأ لما كانت دولار بخمسين ألف كل المعلومات كانت بتقول أنه فيه تعميم هتصدر على مصرف المركزي أربع تعميم تقريبا ابتدف لتنظيم العمل بين المصارف ومصرف لبنان والمودعين وتعمل حل لموضوع سعر الصرف وكان واقع أنه كذا اجتماع زي نذكر اجتماع مصرف مركز النهار التنين رجع الشامعة الأربعة رجع التنين من أجل دراسة موضوع سعر الصرف وطلع بالأخبار وبالإعلام وبعض المصادر الخاصة أنه المجلس المركزي ما وفق على أنه يكون فيه ضخ مبلغ من الدولارات اللي هو مليار ونص دولار لحتى نشتر كتلة النقديية بالليرة وكمان رئيس الحكومي صرح على على الإعلام أنه مشمع أنه ندخ دولاراتنا وجود التهريب على مصر وسوريا فجأة الدولار شفنا شو صار ووصل للتسعين ألف في الدخل المصرف المركزي لحظتها بيّن لألمه وقطعنا نصيحة أنه صارت الليرة اللبنانية غير موثوقة لأنه اليوم هيدا الارتفاع من 45 ألف لحد 93 ألف عم نحكي حوالي 50 ألف ليرة بخلال فترة شهر أو أقل بقليل واضح أنه فيه حدا عم بيعجل انهيار سعر الصرف في البلد شونا ناشي نقول أنه القصة لا عرض ولا طلب ومنه منطق العرض والطلب اللي كان يصير يطلع الدولار باليوم 7000 و8000 وقلنا الأمور هي ملتبطة ببعض الأمور المالية نقضية ما عم ننقرها إلا أنه فيه شيء كمان حدا اليوم ممكن بالسياسي ممكن بغيره عم بحاول يضغط بسعر الصرف عمل التعميم بعدها بثلاثة يام أقفرت المصارف من الجديد ورجع أقفال المصارف من الجديد كمان بغض النظر عن الأسباب بدعت كنتيجة اقتصادية ساهم بمزيب من المضاربات وأعطى فرصة لمزيب من الضغط على الليرة واللي صار بآخر يومين قبل التعميم خيالي يعني مش معقول الدولار بيوصل 105000 بيطلع 113 باللال أنا كنت أمراه أبو كانت الساعة 9 باللال بيطلع 13000 ليرة وبيرجع بيطلع تاني يوم الصبح من 125000 ل 145000 لا في معايير نقضية ولا معايير اقتصادية ولا عرض وطلب ولا معايير مالية معناتها في حدا بالبلد عم يشتغل حتى سعر صرف الدولار بايد الطريقة نعم بس تسمح لي دكتور قبل ما تكمل لما يكون عم تقول حضرتك أنه في حدا بيهمه يصير هيدا الانهيار ويسرع عملية الانهيار وعم يطلع سعر الصرف عم تقول باللال حتى باللال يعني عمليات التداول عادة إذا بدأ تصير بتصير بالنهار وفي وقت معين بتتوقف في هيدا الحركة للعشرة باللال ولل11 باللال عم بتضل هاي الأبليكيشن عم تشتغل وعم تعطي أسعار الصرف ونحن ما بنعرف على أي أساس حتى حضرتك ذكرت أنه ما معروف أدافي عارض وما معروف أدافي طلب وحتى هذا الشيء قالوا النواب اليوم بجلسة اللي جان المشتركة ولكن مش غريب أنه اليوم لما بينعطى بقرار رح نحكي عن هذا الموضوع بخلال الحلقة ولكن لما بيقرر وزير الاقتصاد أنه يسعر على الدولار والسوبرماركات تمشي على أساس هيدا الأبليكيشن اللي ما بنعرف مين فيه وراها أو نحن ما بنعرف ممكن غيرنا بيعرف مين فيه وراها ولما صيرفها بيصير تسعين ألف لحتى يوازي سعر الصرف بالسوق السوداء ولما يصير فيه اعتراف شبه رسمي بهذا السعر هذا بيعني تشريع لهذه التطبيقات غير الشرعية بطريقة أو بأخرى أنا وفأ على كل اللي حكيتي هلأ أكيد اليوم هذا التخبط اللي عم نعيشه بيخلي أي حدا مراكب حثيس لموضوع النقد بالبلد ما يليقي لك تفسير منطلة اللي عم بيصير يعني اليوم ما في بلد بالعالم كله بيرتفع سعر الصرف بالنسبة للعمل الوطني بهذه الطريقة وخاصة أنه بعنا عم نحكي بأوقات عطلة أو بالليل أو غيرها ومين حسب الطلب ومين حسب العرض وكيف عرفته أنه هلأدي سعر الصرف فهذا اللي بأكد كلامنا فيه تخبط كتير كبير بالسوق ماليا ونقديا حتى ما أنا برجع اتهمات بدون ما يكون عندي أدلة إلا أنه الواقع اللي عم برائب والمشاهد اللي عم يسمعني هلأ بيعرف أنه في حدا عم بيحاول يعمل انهيار سريع بالبلد مني يجيها مش واضح يعني مش واضح لحد الفكرة الأهم اللي بهمني الموضوع هل نحن بنبقى سيكتين كحكومة لبنانية أو كمصرف مركزي أو كوزارة مالية ووزارة اقتصاد هيدا اليوم اللي حكوه النواب لجنة نجال المشتركي اللي قالوا أنه اليوم لازم نعمل دراسي لهذا الموضوع ونقاش مع الحكومة ومع مصرف لبنان قالوا أنه انتخروا كثير اليوم ليش هلأ عم تخبروا الموضوع ليه؟ بس هني من زمان كانوا عم بيطالبوا لحظة دكتور يعني عفوا نسيح حليم عم بحي موضوع سعادة الصلاة بس هنت حضرتك عم بتقول أنه ليش اليوم طالبوا هني مش اليوم طالبوا هني طالبوا منذ هذه الجلسات عقدت أكتر من مرة وطالبوا بحضور ممثلين عن الحكومة اليوم حضر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وجرت مسألته ببعض المواضيع ولكن سابقا حتى حاكم مصرف لبنان أو ممثل عن حاكم مصرف لبنان لم يكن يحضر يعني هنا فيه رفض بحضور وأن يستمع إليهم النواب ومسألتهم تفضل مش اليوم تذكروا لا اليوم تبقى هني كانوا عم بيطالبوا أنا عم تابعه بشكل جيد كانوا طالبوا بحضور حاكم مصرف لبنان بالنسبة لأموال المودعين وكانوا عم بيطالبوا بالحضور ولا مرة كان السبب هو ارتفاع سعر الصرف هذه لأول مرة وأنا مأكد من اللي عم بيحكيه بيطلع صرخة من مجلس النيابي على موضوع سعر الصرف أنا برأيه هي صرخة ممتازة ولكنها متأخرة هذا اللي عم حاول أقوله اليوم نحن هلما نظلنا مكتوفين للأيدي وما منحاول نلاقي نوع من الحل حالي بارف أن الحل استراتيجي هو بحاجة لاتفاق سياسي ومن ثم خط التعافي مالي واقتصادي وإلى آخره ولكن أكيد في حل حالي اليوم نحن نحن اليوم فينا نعمل أطر محددة ويكون فيه اجتماعات مستمرة للحكومة كنمال سعر الصرف بسوى لأنه كمان سعر الصرف عم بيأثر على أمور كتير تانية بالبلد فبالتالي اليوم أنا اللي بدي وصله والفكرة اللي بدي أقوله أنه اليوم سعر صرف الدولار وصل للمرحلة تفلط نقدي خطير اليوم المصرف المركزي سبقا اتفقنا معه أو اختلفنا والكل عنده ملاحظات قد يكون على التعاميم اللي عم بتصيره للبيانات ولكن الحكومة اللي بغيابة عن المشهد بقي الضابط الوحيد لحتى يمكن ينزل الدولار أنه يتدخل مصرف الدولار ولكن مع كل أسف آخر تدخلين للمصرف المركزي ما ضيان كتير لأنه وصر واضح أن السوق أقوى من التدخل المصرف المركزي ولهيك كنا نجي نقول نحنا بالبداية أنا أكثر الناس كنت نطلع أقول أنه تعميم مصرف الدولار عم بتساهم باللجم لأنه بالمراقب الطبيعي خلال عام 2022 يقدر يلجم وبدليل أنه الدولار وقته مرتفع أرقام كياسية مثل ما عم بتسير هلأ يعني ثلاث سنواب من الأزمة سعر الصرف طرع من 1500 ليرة لحدود الـ 40 ألف بيرجع خلال ثلاث أشهر يبيطلع 105 ألف زيادة يعني هون في شيء كارثي وخيالي قبل كنا نطلع نقول أكيد هذه التعميم بكل بساطة لما عم بتصير عم تعمل نوع من تبطيق حركة الانهيار الصاروخي لسعر الصرف وبأحد الحلقات مع حضرتك أستاذي حليمة قلت أنا بالحرف الواحد وقته كان ندلل شيء 35 ألف إذا المصرف المركزي بطر عنده قدرة يتدخل بالسوق لحتى يلجم ارتفاع سعر الصرف مع تأزم السياسي الحاصل ومع غياب الحكوم بالمطلق عن الساحة والصورة لأنه ما عنده إمكانيات مادية سعر صرفه الدلار بصورة بمئات الألف وقته استغل هذا الموضوع بالإعلام وغيره وقته الشيء هلأ بلشنا نشوفه لما المصرف المركزي خفت قدرته على التدخل وخفت قدرته على اللجم سعر الصرف بلش يطلع أرقام كياسية هلأ السؤال اللي هو الكل نعطرني حتى أقوله بعد هذا التعميم شو المتوقع لسعر الصرف أنا أقول ما أتغير شيء بعدنا ماشيين بنفس المصار هذا الشيء طالما المصرف المركزي عم بيدخ دلار بالمصارف وطالما المصارف فاتحة طالما في نوعا ما استقرار نسبة لسعر الصرف باللحظة للمصارف تشعر قدرت بمرتين يمكن أو المصرف المركزي بيخفف الكوطة على سيرفة قطعا وحكما إذا ما عملنا معالجات أخرى الدلار حيرجع يدفع مترح مكان وأكثر هلأ بتيري شو المتوقع أنا برأيي عندي نظرية واضحة اليوم الموضوع خرج من الأدات النقدية والميلية فقط اليوم الموضوع بحاجة لمعالجة بالدرجة الأولى السياسية نحن اليوم إذا ما رحنا لحلول استراتيجية وحلول بنيوية شو ما صار في إجراءات أو تكتيكات سواء من المصرف المركزي أو من الحكومة لن تدوم طويلا الموضوع صار بسعر الصرف وبالملف النقدة وأموال المودعين أنا برأيي مرتبتين مع بعض هو بحاجة لحل استراتيجي يبدأ بالسياسة يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية توافقي وبحط بين أوسان كلمة توافقي رئيس جمهورية بتسويه لأنه اليوم مش أي رئيس جمهورية نحن ممكن يجي على البلد ينقذ الوضع يعني مش رم انتخابنا رئيس جمهورية بكل شفافية بدنا رئيس جمهورية بتسويه بتوافق داخلي وبتسويه دوليه وبتسويه إقليمية عربية وبكل بساطة عم حاول وصل أنه نحن بحاجة لرئيس عنده علاقات ممتازة يقدر يشيب دعم يقدر بالحد الأدنى حتى لو مش موضوع دعم يعمل نوع من الاستقرار بهذا البلد لحتى نروح الاصطلحات المطلوبة ولكن كل الحديث التقني سواء كم مني أو مني الجميل عم نسمعهم لا رح يقدم ورح يأخر قبل الحل بالسياسة وقبل انتخاب رئيس جمهورية مع سلة متكاملة لحكومة وكيفية إدارة البلد بالمرحل الجاي ولا ما يكون عم نضيع وقت دفتر تقول أنه لم يعد لدى مصر في لبنان قدرة على التدخل وإصدار تعميم جديدة التعميم اللي أصدره مبارح هو ما أعرف البعض قد يعتبره تعميم وهمة لأنه قبل ما يصدر هذا التعميم وقبل ما يرتفع هذا الدولار بسعر جنوني كان الدولار مثل ما هو هلأ صح أوكي يعني شو صار ما صار شي فيه شي صار فيه ناس كسبت ملايين بهالساعتين الثلاثة اللي ارتفع فيها وناس خسرت كمان يعني مين غير المعتر بيركد ليبيع آخر لحظة لما شوف أنه فجأة بده يقشط سعر الدولار لا يلحق حاله بس فيه ناس عارفة إمتى عم يطلع الدولار وإمتى عم ينزل الدولار عم تقدر تستفيد من هذا الأمر نحن ما بنعرف من المستفيدين وما بنعرف مين عم يرفع سعر الصرف مين عم يحرك سعر الصرف بالسوداء وأيضا هذا التعميم هو فعليا ما عمل شي يعني هو رجعه مثل مكان يعني لا ما فينا نجي نقول انخفض سعر الصرف فعليا بعد هذا التعميم ولكن السؤال لماذا لم يعد لدى مصرف لبنان قدر على التدخل مثل السابق كمان تأكيدا على كلمك تكبينة لأولو ولكن بمقلب آخر لو ما صدر هذا التعميم نحن اليوم كان دولار 200 ألف يعني كمان مقلب آخر انه قدر يأخر شوي بس بجعب لك ما بيكفي بحاجة رحلول حقيقية تبدأ بي السياسي وأيضا الحكومي بدت تدخل يخرج عنده إجراءات أيضا أخرى كنا حكينا عنا بموضوع السياسي المالية بالليرة تتراجع عن قرار دولارة الأسعار بالسوبر ماركت لأنه خاطئ بكل المأييس بالتسعير عم يأذي المواطن لأنه عم يغلب الدولار وانتقلنا للتدخم الحقيقي وبنفس الوقت عم بيخلي الليرة إلى كساة سرد ما رأي من الليرة لما أنت تطلب كل شيء منه بالدولار فالمواطن طبيعي أنت عم تدعي لمزيب من التخلي عن الليرة اللبنانية وبنفس الوقت وأنا بشتد اللي عم بقول نحن مانا دولارة أشاملي ولكن بالواقع الحكومة اللبنانية بتنتج بالسنة كلها 180 مليون دولار بنامية بحاجة لتشغل حالة بالشهر 300 مليون دولار فبالتالي كيف حكومة بيتروح لقرار دولارة أشاملي وهي ما قادر تقبض الناس رواتبها بالدولار ولا قادر تعمل كل مصرفاتها بالدولار لهاك نحن قلنا هنا نطول بيننا خلي يكون هذه الحلول كلها دومن حل كامل والأسف اللي حذرنا منه بموضوع الدولارة قلنا حيصير فيه ارتفاع بالأسعار أكثر وصار وحيتأثر سعر الصرف بنسبة 20 إلى 25% وكمان صار هنا هم نحكي على دولارة سبرماركت بالتأكيد وإذا هلنا رحنا كمان على دولارة البنزين هتأخذ كمان كارسي أكبر بموضوع التسعي كمان الحكومة تقنيا ما عم بتساعد يعني اليوم الحكومة تقنيا قلنا نحن لازم يكون فيه قدرة على سحب بالحد الأدنى بالسنة 70 تريليون من قبل الحكومة سألونا المعنيين كيف قدمنا قطروحة قلنا يا عم ولا دولارة الجمركية لا بيقدم ولا بأخر لو بتعملوه بمليون ما فيه تهريب أب ما بقن بالجمرك وانت بتعرفوا أصلا انه دو حدود فلتاني وبتعرفوا أصلا بالمطار وبالمرفأ انه عم يكون فيها ما حدا عين يدفع للنسبة المزبوطة فروح ألغوا الرسوم الجمركية مثل ما عامل معظم دول العالم اليوم التفيقى 11% في لبنان بينما بكل الدول المحيطة لقلنا ليرا بالسنة المبلغ اللي بدنا إياه لحتى نسحب كتلة نقديه بالليرة بصور موفر سأتماش بحاجة نحن كل مرة أقول له مصري في لبنان نروح ضخ دولار لتسحب كتلة نقديه بكون الحكومة اللبنانية عم تسحب كتلة نقديه طب هالحاكي حكينا من سنة بعدو اليوم ما تطبقوا بعدنا من نروح دولار جمركي 15 دولار جمركي 45 وكلهم بيعرفوا انه في تهريب جمركي ما رح يجيب نتائج المرجوة منه أنجا يجيب 20% ومتوقع منه لهيك أنا اللي عم حاول أقوله صح اليوم أنه المصري في المركزي ما عاد قادر أنه يتدخل لحاله بس كمان بصح أنه الدولة تساهم من الحكومة اللبنانية ليه هو بطل قادر يتدخل لحاله يعني هل لم يعود لديه القدرة على ضخ مصاري بالسوق أنا حشارك شو وقع مصري في لبنان اليوم حشارك عمليا أول شي مصري في المركزي لما كان يحط مصاري على سارفة بالسنتين الماضيين كان يحطهم جزء يضبهم من السوق أو من الاحتياط الإلزام هلأ يقال بحسب البيانات أنه ما عم يستعمل الاحتياط الإلزام يمكن مره مطلع عليها وفكا للأرقام التي تصدرها على مصري في لبنان أنه ما حدا مننا اليوم يعني عنده اطلاع ولكن على الأرقام التي تصدر بالإعلام واللي بيصدرها مصري في لبنان كل 15 يوم بيصدر هو بيان شو في عنده موجودة بيوضح أنه الاحتياط الإلزام تقريبا إما بينزل شوي إما بيطلع شوي إما بيبقى شو محله واللي عامل حكا أنه اللي بعلمناه فهو عم بضب دولار من السوق بس أنا في شي بديلك إياه وهاليوم قبل هؤلت 80 تريليون أو 90 تريليون المع مصري في لبنان اليوم لهن ليرة اللي دخلهم بالسوق لما كان الدولار مثلا 30 ألف كان بال90 تريليون بضب 3 مليار دولار بضب 3 من السوق بيسحب 3 مليار اليوم هؤلت 90 تريليون ما بيشتوا مليار دولار يعني أدرب مصري في لبنان على شراء الدولار من السوق قلت يعني اليوم وطبعا ما فينا نقول هو عم بيستعمل كل التسعين تريليون يجي عم بيستعمل 15 أو 20 العشرين على دولار 20 و 30 ألف كنه يضبه بحدود المليار اليوم ما بيضبه 200 مليون دولار تقريبا يعني اليوم هيدا الارتفاع بسعر الصرف كمان والتضخم بسعر الصرف الدولار مقابر الليرة بيخلي مصري في لبنان رقميا بالليرة اللي معه ما بيقدر انه شو انه يسحب الكتل من السوق هلأ ازراح طبع ليرة أكثر كفوتنا بدويمة أكبر ممكننا كمان عم نعمل مزيد من الارتفاع بسعر الصرف هيدا من الناحية التقنية وانسألتين انت هل سعر دولار 140 ألف اللي وصله خلاص اليوم دولارنا فعلينا واقعي هذا السعر لا هلوي واقعي طبعا واقعي بالنسبة اللي وصله بالسوق ايه اكيد انا بلك منه واقعي لانه في الجزء كبير منه هو مضاربات وسياسة وبدليل بيطلع بيان أو كلمة من مصر في المركز بينزر الدولار بنص ساعة 40 ألف احنا كيف ممكن نعرف انه هذا السعر واقعي او هذا السعر غير واقعي من يقدر اذا نحنا ما عارفين ادى في عرض و ادى في طلب ممتاز من يقدر قلنا الحل من ثلاث سنين قلناه مرجع معيده بعض مرة نحنا ما فينا نعرف ادى الهاي ريت للدولار بالنسبة للليرة او اللو ريت الا انه نعمل قرانسي بورت انت بك تعمل مجلس نقد وبدك تفلك سعر الصرف شهرين ثلاثة لتشوفه وين بيوصل وبعدان يبين حكى وين سعره شو ممكن نعمل اصطلحات لن نزله الا انه بلبنان هذا الامر لليوم بعده ما صار وما بتصور حيصير بس ممكن يصير بوضع معيشة متردد مثل هذا الوضع يعني احنا لما عم يوصل على 140 عم نشوش عم بيصير بالعالم اذا بدنا نفل تصرف بطريقة انت عم تسأليني كيف يمكن نعرف تقنيا انعكست هذا الامر ايضا عن عرض الواقع بس يا استاذي حليم انت عم تسأليني سؤال كيف يمكن نعرف تقنيا التقنيا التقنيا الوحيد اللي تعرف فيها ولكن غير قادرين عشانك ما قادرين نعرف ولكن يقدر تقديريا وفقا للأرقام الموجودة اكيد بأقل منك عن نص تقديريا عم بيحكي بس ما بديت علي يفهمني الناس وانا عموا لازم يكونوا دولار هلأ يوم عن نص هذا بحاجة لحل استراتيجي حل أساسي وانا بأكد لك هلأ يتفقوا يعمل ينعمل تسويه خارجيه ويكون فعلا في انتخاب رئيس يبين انه فيه قلبه وفاق سياسي ويعطي إيحاق انه بس بدي يجي من برة لحاله بيأثر على سعر الصرف 20-30% واذا فعلا يجي مساعدات خارجية وبنستعملها صح على شرط هون لانه دايما انا برقز عايد النقطة طب عملنا تسوي عملنا كل الأمور واشتغلنا بكل الأمور وفتنا سارع البلب من صندوق الناد ومن المجتمع الدبري ومن المجتمع العربي كيف منا ندير هالأموال بدأت تفوت هل بنفس العالية السابعة هل بنفس الطريقة هل بالمحاسسة هل بالأسطوب الخاطئ هل بالروح على السياسات اللي مش مضبوطة كمان هيدا بيلعب دور كبير يعني نحن مش كنتنا صح تبدأ بالحلول السياسية بس احنا ملنا معالج يعني جب ملنا أصلاحات نحن يعني نحن ملنا أصلاحات داخلية بكيفية إدارة الكطاع العام بكيفية إدارة مؤسسة الدولة بكيفية إدارة عمل المصارف بكيفية إدارة مصارف لبنان بكل التفاصيل كلها هيدا إذا ما عملناها حلي وبطريقة تعاطي كلها الأمور مع بعضها أدما نحاول نعمل نحن حلول بالسياسة ما فينا نكمل بالاقتصاد ولكن بكل بساطة إذا ما صار في حلول بالسياسة ما في أمل للحلول بالاقتصاد ليه لأنه أنت بحاجة فعلا للمجتمع الدولي للمجتمع العربي ليقدم لك مساعدة معينة عشرة تبنيها صحة المرة وما تروحيها متما روحتي باريس واحد باريس اثنان باريس ثلاثة وغيرها يكون في إدارة صحيحة للبلد أدفة إمكانية أنه نرجع نشوف السيناريو اللي صار مبارح بسعر الصرف يرجع يتكرر بالأيام المقبلة نحن نعلم أنه اليوم فتحت المصارف أبويبة بعدما كانت مقضر بي سابقا حصل هذا السيناريو وكان ارتفع سعر الصرف وأصدر حاكم مصرف لبنان الناس يمكن ما بقى عندها ساقة أنه ترجع ترجع تعمل صار فاليوم هذا السيناريو تكرر يوم أمس فتحت المصارف ما بنعرف يومين ثلاثة ممكن ترجع هذه المصارف إلى الإقفال يمكن آخر الشهر يمكن هالعشر تيام ظل فاتحة يقبضوا للموظفين مصريات ومعاشرات وانترجع تسكر المصارف لأنه أصلا المصارف لديها مطالب حتى الساعة لم تستطيع أن تحققها طيب من يضمن أنه هذا الشيء ممكن ما حدا يبقى أنه معاش يسير مرة تانية ولا حدا يبقى يقول للشعب اللبناني لا أنا ولا غيري أنه خلص استقرر سعر الصرف أبدا وقدنا نكون مواقعيين مع الناس مثل ما قلت المرة الماضية وقت التعميم الأخير أنه نحن شفنا التعميم اللي قبله على ثلاثة أيام وما ضايا لما صار تعميم السبعين ألف قلنا بكل بساطة لكل الناس روحوا وشوفيكم تحصتوا دولار أو ما تحصتوا دولاراتكم لأنه بعد الأمور مش واضحة بالسياسة وبغيرها 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 طلعوا الدولار من 80 ألف إلى 145 ألف اليوم ما في حدا بيمنع الدولار يطلع الأرقام أكبر بكتير ولأنه ليش لأنه بعدنا ما علجنا الأسباب لأنه بعض أضراب المصارف ما انتهى كلنا بنعرف أن المصارف هلأ فاتحة هي فقط لمرحلة محددة وبمعلومات الشخصية أن المصارف هي كنت ب2-3 شهر ترجع قدر مرة تانية إذا ما صار في حلول لأزمتها شو بضع المصارف؟ خلينا هيك نقصمونا واحدة واحدة خلينا نبلش بالمصارف لأ وفتح المصارف هو أساس يعني بالمصارف يعني المصارف اليوم لأن المصارف بعدها مش مضمون أن تفتح وممكن باية لأزمتها تقفل وبرجع أقول بيغد النظر إزاي مع حق ولا ما مع حق نحنا عم نحكي نتائج مالية ومقضية وسعر الصارف برجع بيطلع اتنين قدي هو حجم قدر مصر في اتنان على الضخ وقدي المبلغ اللي بدي يندخ حسائرة كمان يبيلعب دوره هل هو ميتان مليون هل هو سبعمائة مليون هل هو مليار قدي الحكومة موافقة مع مصر في اتنان كمان لازم نشير لشغلة مهمة لا يستطيع مصر في اتنان ولا حاكم مصر في اتنان أنه يحط نبلغ عسارفها من دون موافقة وزير المال رئيس الحكومة وزير المالية والمجلس المركزي لأنه لما كان دولار بخمسين وخمسة وخمسين ألف ما قدر يتدخل مصر في اتنان لأنه ما كان في موافقة من الثلاثة يعني معناها اليوم هل تدخل أبل أمس بطلب سياسي؟ قد يكون قد يكون في طلب سياسي وقد يكون لا قد يكون وفقة الكوى السياسية أدخل ولكن بالنتيجة من دون موافقة رئيس الحكومة والمجلس المركزي ووزير المالية ما كان يقدر يتدخل قدي المبلغ المتفاق على يبدو ينضخ كيف يتوزع بالسوق على قدي المدة كل هذه الأسئلة كمان مهمة لأنه باللحظة مرة تاني بحيكية اللي بتوقف فيها مصر في لبنان عن ضخ الدولار على سيرفة أو باللحظة اللي بتسكر فيها المصارف وبتوقف سيرفة وإذا ما كنا واصلين بسحر سيحر يعني لحلول جذرية بالسياسي بيرجع الدولار مطرح مكان وبكمل مشواره بنسبة أعلى لحتى يكون شفاف أكيد بيش سعره الحقيقي ولكن المضاربين بالسوق كتير قوية اليوم اليوم الدولار اليوم بس اللي رأى بحركة السوق تشوف قداش قوة المضاربة بالسوق رغم فيه تعميم ورغم أنه المصارف فتحت ورغم أنه معلوماتي في ناس أبدا اللي كانوا حطينهم على السبعين ألف نعم واليوم وفي ناس حطت مساري طلعوا الدولار من مئة وستة آلاف وصل إلى مئة وسبعتاشر ألف بنص ساعة نعم تشوف قداش قوة السوق وضخ السوق نعم مثلا في الدين اللي هو دي عمجي يدفع بس بدي وسل نقطة فضلت وهم بدي أعمل منيشة دي كمان واحترامي لكل المصارف في لبنان اليوم مثلا في ناس حطة مئة مليون كانت على دولار 38 ألف اي معيب جدا لهذه اللحظة بعدهم ما أخدوا مسؤولياتهم ما أخدون هنا قالوا أنا ها يعظون ياه على الرغم أن مصرف لبنان بياجتماع مجلس المركزي وهذا كلام موصوق صوت المجلس المركزي كل من قود على حد 13 كنون أول تاني عفوا لوقت التعميم الماضي لحط أموال بسيرفة لازم يخدون على سعر 38 ألف أنا تبعت هذا الموضوع لأنه بيبطي لي بيجي نأسلي على السوشيال ميديا منه موظم المصارف دفعت مثلا فرنسا بانك اللي هلأ بعده ما دفع ولا حدا على فرنسا بانك أبض لا حاطب بعشر الشهر ولا ب11 الشهر ولا ب12 الشهر تبعد لا إنت تتركيم ودى الناس كمان بحاجة لمصرياتنا نحن عبواب شهر رمضان اثنين المصارف مدعوة أيضا اليوم هذه الأموال اللي حطوها ناس على سيرفة من ثلاثة شهور تدفعوا ليها لأنه المصري في المركز عم بيقول أنه هو دفعكم القوتة إذا عنكم مشكلة مع مصري في لبنان ما لا علاقة العالم اثنين لحط على السبعين اليوم وصلني أخبار أنه أبضوا بلا شيء أبضوا لحطوا على السبعين نهارة الثانية والثانية والثانية والأربعة الماضية لحطوا على اليوم على التسعين ألف مفروض ثانية والثانية 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 هاي الفكرة بدك المصارف تقبض لأنه المصارف ليست كل المصارف عم تلتزم بتعاميم مصري في لبنان ما أنا عم حاول أني إدعى المصارف من عبر برنامج حضرتك أنه كمان اليوم هاي دي الناس اللي حطها أمويلها سلموها إياها على سيرفة لأنه إذا ما سلموها كمان نحن عم نخرب حياة الناس لأنه بش بس موضوع سعر سيرف الدولار ما في ناس يمكن في حدا بيكون مدين مصاري ليحطون يستفيد شفاء على سيرفة ما كمان في ناس أو موظف يعني هيدا هيدا عم بحاول أنه إياه يستفيد إرشان مضطر يعمل هايك لأنه أزم كبيرة عليه فبالتالي اليوم ما عد مقبول اليوم نحن نخلي مصاري لناس على سيرفة من شهرين وثلاثة لأورا هلأ بدي أكمل ماك أنا بس عفوا عندي سؤال بما أنا عم نحكي عن سيرفة طيب يستطيع مصر في لبنان أن يضخ مصاري على سيرفة ويروحوا الناس يأخذوا من سيرفة طيب في أشخاص عندها أموالها هيدا من أموال المودعين عم تطلع لسيرفة أو الأموان أولا حتى لو ما كانت عم تطلع من أموال المودعين يعني في ناس عن جد بحاجة يمكن تروح تعمل عملية عم بفوتوا خلينا خلينا هذا موضوع كتير مهم برافو أنك في تحته أولا وموما كانت أموال سيرفة سواء كان من السوق أو من أموال المودعين الأولى أن يأخذها المودع لأنه هو صاحب الحق الأول والأخير وأن يأخذ دولاراته سواء كان على سيرفة أولا غير سيرفة لأنه اليوم المودع هو عم يدفع التمن لحاله المودعين أنا كنت دايما أقدم تروحا بهذا الموضوع ومن ثلاث سنوات لليوم قول لو نحن بنعمل برسنتج محدد لأموال المودعين كان موضوع الدولار أصلا يستقر لأن حجم ضخ الدولار كان يوصل لهم هلأ بدك تشوف التركيبة وتقاضي المسئوليات وشي خاصة المصارف ومصف مركزي ودولي وإلى آخرة ما بدك تفوت لها بهالتفصيل ولكن آخر شي بني أنا بوافق حضرتك أكيد الأولى أن يأخذها المودع الأولى أن يأخذها المودع أكيد ولكن اليوم اللي عم بصير أنه ما عم يأخذها المودع وحتى الناس اللي عم بتحط على سيرف ومرة ما عم تاخد فاليوم هيدا الموضوع كمان صراحة صار زايد عن حده ولازم ينعمله حل بشكل حل لكن هنحن عمقول كمان الدولة بتتدخل مصرف المركزي هو عم يعمل خيرا نقول عمل تعميم يعني هو تلقائيا رمى القرى من ملعبه وضقها الدولارات لوين للمصارف المصارف مجبورة طاعت الناس شو مصياتها سواء كان على تعميم سيرف أو على غيرها فالمهم الفكرة الأساسية حتى يختم موضوع سعر الصرف ونت قلت لك شيء تاني لا قبل ما نختم بعد كي عندي شيء بدأت سعر الصرف إلى اليوم ما في شيء بيضمن أنه سعر الصرف ما يرجع يرتفع إذا اليوم ما شفنا حل استراتيجي بالبلد وما كان فيه عندنا حل بالسياسة مع تسوية دولية وتأكد أنه حيجي رئيس جمهورية توافقي مع برنامج حكومي إصلاحي ومساعدات خارجية هو سعر صيرة فهل هذا يعني البعض يسأل أنه سعر الصرف بالسوق السوداء لا يمكن أن ينزل تحت التسعين ألف يعني هيدا حد حطوا مصرف لبنان لسعر السوق السوداء وهون علمات الاستفهام مدى علاقة المركزي المصرف المركزي بهذه التطبيقات غير الشرعية اللي عم تشتغل أنا ما بارف إذا في علاقة بين المصرف المركزي والطبيقات تبقى حتى ما كنا واضح بس ولكن اليوم هيد تسعين ألف مين قالوا أنه ما بتنزل يوم التسعين ألف حتى الساعة ما صارت هلأ تسعين ألف تسعين ألف أنا بدي أذكرك أحد التعميم أول تعميم صارعة سيرفها كان خمسة وعشرين ألف سيرفها مزل فيها لألأ عشرين ألف مصرفتنان بالبداية بالشي أنه ما بتنزل لكن هلأ مش عموان هلأ بقى تنزل ولكن اليوم بالحل هو المنطق لما صور في حل استراتيجي بالبلد منصة صارفة كلها رح تلتهى اليوم نحن الحل عم نطالب فيه ليش عم نقول يا عمي تعو بكفي تقاذف الاتهامات وتعو نروح لحل حقيقي بالحل الحقيقي نحن عم نطالب فيه يكون هو حل شامل حل اقتصادي مالي نقدي شامل هذا الحل مش بس أنا عم بدأ عم بدأ يلي قلو اليوم فيه مثلا هيئات الاقتصادية عندها خط التعافي مالي واقتصادي يعني الوزير شقير او نيكولار شماس او غيرها عندهم اشياء عمين حقوب هيدا النقطة اليوم معالي وزير الاقتصاد السابق دكتور راقة خوري كمان عنده خط التعافي مالي واقتصادي شبيهة بخطة ماكنز اللي قدمه من ثلاث سنوات واللي ما طبقت مع كل اسف مع انه كان الوزير الوحيد اللي قناع بقدم رؤية اقتصادية كمان عندهم رؤية انه ممكن انت تعمل حل شامل حل يبدأ بحل المشاكل الاقتصادية والمالية وايضا حل مشكلة المودعين نحن هيدا اللي عم نطالب فيه الحل بالقطعة ما رح يمشي نحن عندنا مشكة ترتبط بموضوع حقوق المودعين وسعر الصرف والكتاع العام اللي انحق اليوم اللي هن الطبقة الممسوحة صارب بالبلد لانه كل شيف يوم شيف شيفتي بالمزاهرات ومحق يوم مش منطق كمان حدا رح نحكي عن هيدا الموضوع متقاعد معاش وستين سبعين دولار لما مش منطق كمان فالفكرة اليوم نحن بحاجة لحل شامل بالحل الشامل لا صار في واحد الى وجود ولا التعميم بعد الى وجود بالمصر في المركز يعني لا هالتعميم مية وثمانية وخمسين واحدة وستين كلها بدت كلها بتلتغى نحن عم نطالب بحل شامل هذا الحل الشامل ما ممكن يصير بحالة جنون اللي عم نصيرها عم نشوفها يعني لا في فيه تقاسف مسئوليات وهيدا خصه وهيدا ما خصه لا يا حبيبي كل حدا فات على السلطة وحكم بهالبلد تلاتين سنة هو بخصه نعم وكل حدا السلم مركز بالبلد هو بخصه الكل مسئول لهيك الكل معني بالحل هذا الحل الشامل اللي يبدأ باتفاق على حوار حقيقي لمعارجة المشكلة ورؤية اقتصادية مالية متقدمة ومتطورة بعيدا عن السياسات القديمة لا بيعمل لحل لموضوع الدولار ولموضوع الموضوعين من هذا الدولار رح يظل له تسعين ينزل أكتر بكتير من هيك بدي لا اخطب معك هذا المحور هل بتنا بحاجة لطبع ورقة المليون ليرا اليوم شفنا أنه في عدد من النواب كانوا طالبوا بعقد جلسة الشرعية لإقرار قانون طبع المليون ليرا اليوم العالم عم تحمل الدولارات بكيس أنا شخصيا أنا شخصيا مع طبع ورقة الميتان ألف والخمسمائة ألف والمليون لأنه اليوم إذا إحنا دولارنا حتى لو كان بخمسين وباربين وبخمسة واربين نفس المشكلة عم بتكون اليوم نحنا ما عاد فينا نكمل بالعملة القديمة بصراحة هلا اليوم بيطلع حدا بيقول طب إذا إحنا عملنا هايك يعني ما لا علاقة اليوم يعني شو التأثير ما شفين المضاربات اللي عم بتصير كفى عم يطلع الدولار اللي بيخيال اليوم أنت كمان بحاجة نتكبر شوية العملة لكننا وصلنا لحل بعدين يمكن نلقي سفر من العملة من ضبط الأمور مثل بيئي دول هذا كله يبقون ضمن الحل شو ضمن الحل الشامل أنا من دعاة للحل الاستراتيجي لكل المشاكل أما الحلول التكنيكية والصغيرة حتضيع وقت على الفاضي بس سي أوبر منج لو ورحة نمعينه بعدين شو بصير نقع بمشكلة أكبر نحن بحاجة لرؤية اقتصادية مالية حقيقية كل حدى في هذا البلد عنده رؤية نسمع له ونحاول نلاقي حلول عندك صورة عن هذه الرؤية يعني إذا فيك تخبرنا أنه عم نحكي بحال عم نحكي برؤية اقتصادية ولكن ما عنا تفاصيل عن هذه الرؤية أنا أول أول رؤية أول نقطة بالرؤية الاقتصادية نحن بحاجة لتغيير النظام المالي للبلد اليوم النظام الضريب للبلد خاطئ النظام الضريب اللي هو أساس تنويل الموازنة وتنويل خزينة الدولة بالبلد خاطئ أولا لبنان بحاجة لإصلاح ضريبة ولا يمكن أنا ظنني ماشي على نظام ضريبة عمره 50-60-70 سنة اللي هلأ اليوم أنا ضرائب يا عمين عم بتكون إما على المهزفين وإما على بعض الشركات اللي هي ما عندها يكن دعم سياسي نحن بحاجة اليوم بصراحة لنظام ضريبة على الأرباح بشكل كتير كبير بحاجة لنظام ضريبة على الثروة وبحاجة أيضا لنظام ضريبة على كل الأملاك المملوكة من قبل السياسيين سواء كانت بحرية ولا برية بحاجة نغير رسومنا بالتعاطي مع المختلجين من برع البلد وبحاجة أيضا والأهم نحن نغير عقلية الإرادات وكيفية حصول عليها هذا واحد اثنين في حلقة مهم جدا أثبت الدولة اللبنانية بفعل التدخلات السياسية أنها دولة فاشلة بالإدارة الدولة ما عم بتدير مؤسساتها بشكل حقي لأنه بتإدير أنه في التدخلات السياسية والواسطات وغيرها وصلتنا لمرحلة اليوم معظم قطاعات الدولية متلهلة نحن بحاجة لبي أو تي علاقات تريبل بي يعني بارتنرشيب بين الكطاع الخاص والكطاع العام كمان نحن بحاجة لندخ أفقار جديدة وتجي شركاتنا جنمية تستثمر عننا أو محلية من يستطيع القيام بهذا العمل مع المحافظة عملكية الدولة بمكان ما هذا ممكن لحاله نعطيكي مثل اليوم قطاع الاتصالات لما ما كان مع الدولة كان يجيب لي بالسنة مليار ومثلين مليون دولار نعم لما صار مع الدولة سنينكسر ب اثنين مليار بالسنة هذا اكزامبل بدي أتابع معك دكتور محمود الجباعي المشهد اللي شفناه اليوم بالشارع قد يتكرر في الأيام المقبلة إذا تكرر السيناريو على رغم من أنه تأخر هذا المشهد اللي نرى ربما بالشارع المتقاعدين نزلوا على الأرض القطاع العام اليوم وضعوا بالوال الصيادين كمان وضعوا بالوال عم نسمع أنه ربطة الخبز صارت أحدود خمسين ألف ليرة وما بتعرف كالسوبر ماركت بتبيع على زوء دون أي حسيب أو رقيب دولرة في السوبر ماركت فيه فوضى معيشية لا أحد يستطيع أن يكمل بهذه الفوضى تسمحي لي رح بلش بموضوع الكطاع العام لأنه فعلا مع كل أسف من يدفع ثمن وحده اليوم تقريبا هو الكطاع العام بالبلد تقريبا وبعض العاملين بالكطاع الخاصة وبعضهم ياخدوا بالليرة اللبنانية يوم هذا الكطاع العام مش منطق كمان سواء كان بالخدمة أو متقاعد عم ياخد مبالغة جدا زهيدة لهيك أنا كان يحكيه مع دولة الرئيس مئاتي ومع مصر في لبنان لازم يتثبت سعر سيرفة سابت للموظفين ماكسموم 40 ألف يعني ما يكون سيرفة 90 ألف رواتب للموظفين لأنه اللي عم ياخد اليوم مع زودة مثلا 12 مليون ليرة على 40 ألف بيطلعوا 300 دولار إذا بدي يمشي على سيرفة هلا بيطلعوا 100 دولار تقريبا يعني 110 دولار هذا كارثة أصلا 300 دولار لأنه ما بيكففوهم بالفترة اللي جاي فكيف زي نحملون اليوم 110 دولار كمان هؤلاء الناس بحاجة كمان تثبت له موضوع الطبابي والاستشفاء مش منطق برد اليوم كل لا الضمان ماشي ولا تعالوني في موظفية الدولة ماشي والأدوية عم تتسعر على الدولار وكله كله 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 وحتى أنه يعني اليوم هيدا الموظف كمان هو عم يدفع ثمن يعني عم يدفع ناس كمان بالكطاع العام هلأ بتقليلي فيه أصوات أنا كنتعشت بهذا الموضوع ما عديد من القوة وما عديد من الوزراء بالبلد طب وفي منهم بقول أنه لا ما هيدا الكطاع أنه بيحاجة لعادة هيكلة بس بيش قلق إعادة هيكلة بيش بقلب الأزمة بقلب الدمار بكتعمل إعادة هيكلة إعادة هيكلة مطلوبة ولكن لما نعمل خط التعافي كاملة لعادة هيكلة بيش أنا بروح الصالح مثلا بقوله بيعازة طالح يعني ما بتصير اليوم إذا أنا بيعرف أنه بالكطاع العام فيه موظفين بيديهم وما بيديهم وبيأخذوا رواتب وغيره وهو دي الدولة مهمتها تعمل رقابة عليهم بس في ناس عم بتروحها شغرة في ناس عندها عياله وغيرها فيه متقاعدين اليوم بالدولة اللبنانية أفنوا عمرهم بخدمة التعليم أو بالجيش أو بالكوة الأمنية ويمرتبهم زهيد ما قدرين يعيشوا هيدا الموضوع أصلا ما لازمين سقط عليه أول حل لقلهم برأيي تسبيت سعر سعر فاربعين ألف لكل هؤلاء الموظفين حتى نعطيهم شوية أمل حتى يقدر يكملوا بهذه البلد أمر الثاني الأهم تحسين موضوع الطباب لأنه الطباب بأساس ثلاثة وكنا طرحنا بطاقة زكية لقلهم يكون فيها بنزين ومزوت لقلهم لهذا الناس بلها بطاقة الدعم بلها بطاقة الدعم اللي عم تروح كلها بالواسطات يعملوها كانوا بطاقة تموينية بش تمويلية لهذا الموظفين ياخدوا بنزين عليها أربع خمسة نكاب بالشهر مع شوية تزبيت معاشا عسارفة بيكون عملنا حلحلة معينة بانتظار الحلول الأفضل هلأ كمان بس بالمقابل بدي وجه تحية من لازم وجه تحية من عند حضرتك للكوة الأمنية بالبلد سوى كان أمن الدولة ولا المخابرات ولا الجيش اللبناني ولا الأمن الداخلي ولا الأمن العام لهن أصلا عناصرهم رواتبهم صارت بالأرض وما زالوا حارسين على الأمان ويعملوا واجباتهم قدر المستطاع وفقا للإمكانيات المحدودة لألونه هذا أمر جدا مهم يثنى عليه بفرجيك أداش في ناس عن جب بتحب بلدها ومنها القوى الأمنية الموجودة بالبلد لهيك هو بيستحقوا من الدولة اللبنانية كل يوم تعمل اجتماع كرمنهم مش قادر تببت سعر الصرف هلأ قادر تثبتهم رتبهم على صرفة وتحسنهم شوي يا زيادة بالليلة بصورة لهم بقبول بلاش ما قلش لها لأما عملوا هذه الخطوة ما عم بفهم اليوم يعني اليوم مع أنه خطوة هي كان لازم تكون أول شغل تنعمل لحتى ترجع الناس على أشغاله سواء كان بالتعليم يعني ما انت اليوم استاذ بدروح على شغله بحط مع عشره الأجار بنزين يوم واحد إذا بدروح على شغله كيف يعني بايا حابد ينزل على شغله كيف يدروح على وظيفته هيدا حال كلهم موظفين بالبلد طبعا اليوم هيدا مشكلة لازم نعملون حل لهذه الناس وما لازم يدفعوا التمن لحالهم لأنه بكل صراحة اليوم معظم يعني باقي الشعب اللبناني اللي عم اشتركوا بالقطاع الخاص هو فعليا مضبطوا أموره مشكلة للقطاع الخاص في قسم للقطاع الخاص بعضه عم يأبد على اللبناني وبعضه وضعه يعني في قسم معين ولكن بالنجمة للعام اليوم في حدا قادر يتأقلم بس في كطاع عام اليوم مع بعض الكطاع الخاص مش قادر يتأقلم يعني مع بعاني اليوم ما بيصير اليوم يمشي باية الطريقة وهيك ويجب الدولة اليوم تعمل بس حلحل له هيدا الناس بالدرجة الأولى سبت لهم رويتهم بشكل منطي عملهم الاستشفاء بشكل منطي وكمان روح عملهم بعض الحلول بموضوع النقل لحتى يقدر يكملوا معك أما إذا انت بقدر تطلب منهم يروح على وظيفتهم وراتبهم ما بيكفي تانجتان بنزين بيا حابة يجيوه على شغله هو دي محقين وبالعكس هو دي يصحقوا كل الدعم من كل الناس بهذه البرد اللي بده مصلحات العامة هون الأشخاص اللي هم نحكي عنهم وغيرهم كتار بالقطاع الخاص موجودين لما عم ينزلوا على السوبر ماركت عم ينصدموا بالأسعار يعني لما حكي وزير الاقتصاد انه رح يكون في دولرة وذلك لحماية المواطن حتى لما بينزل الدولار ينزل السعر معه لأنه قبل ما كان عم بيصير هيدا الشي صنعنا عم نشوف شي تاني بالسوبر ماركت عم نشوف أسعار مدوبة لي بالدولار عم نشوف في سوبر ماركت عم تتأخر شوي لحتى تعلي الريت اللي عم بتبيع له بينما في السوبر ماركت عم تشغل على الأبليكيشن يعني بتكون وقف على الصندوق يعني مارح اللي صار في عالم بالسوبر ماركت كانت وقفة على الصندوق كان الدولار مية وشي فجأة صار مية وخمسة وارمعين الفيه بعدها وقفنا أنا 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 ما بيخفي ما بيخفي أنه أنا ضد هذا القرار من أول لحظة نزل لأنه اليوم ببلد مش قادي يعمل رقابة على شي حجم الاحتكار فيه خيالي ما حدا عنده قدرة يرائب لما كان عم بتسعر بالليرة كان حجم الزيادة عم بيكون مكسيموم عشر بالمية اليوم في سلع صارت طالعة مية بالمية على الدولار يعني اللي حققت ناس صارحقة أربعة واللي حققت لي � Omega 4.5 ولأنه أسهل قلته وبجاه بعيدة أسهل على التجار يزيدوا بالسنتات وهي السنتات إيجابة أكثر من الليرة اللي عم بزيدوها وهيدا اللي عم بيصير وهيدا اللي صار هيدا من ناحية الأسعار أخذت هنا التضخم أكبر بكتير النوحة كانت تضخم يصير لأنه الليرة منهارة بس اليوم تضخم عم بيصير بالدولار وهيدا أكثر علي موحه دولار واللي ما بيقبت بالدولار على الثانية يعني اثنان والاهم على سعر صرف دلالة لتأثير تقني مباشر انت اليوم عم تلغي 25% من تداول بالليرة اللبنانية لانه اليوم التقديرات بتقول انه 25% بتداول بيكون من مواد الغذائية طب انت هيدا الامر شو بيعمل بيقدر مزيد من الانهيار بسعر صرف الليلة تقنيا هذا القرار كان لازم يتأجل لحلول شاملة اليوم دولة لبنانية ما قادرة تعمل حل شامل وما قادرة تأمن زيادة لموظفينة يمكن تسربط له نصرف على الاربعين بيجي انا بروح بيعمل دولارة اسعار واليوم الموظف معاشه أقل من 100 دولار كيف الحكي ايضا لا اقتصاديا منطقي ولا معاشيا منطقي ولا اجتماعيا منطقي ولا رقبيا حدا بينجح انه يموت وقلنا ما دينا قلنا يا جماعة مش غلط انه انت اعملوا قرار خاطر تتلاجعوا عنه يعني طاردش الدنيا الى اليوم ما حدا عم يسمعنا وبعدنا ماشيين وروح شوف الاسعار قبل رمضان قداش كانت وانا كنت حزرت راحين على الرمضان بتضخم 100% بالسلعة تقريبا السلعة اللي كان حقه عنا كتير عينات اللي حقه مثلا 2 دولار يوم حقه 3.20 صار يعني دولار وعشرين هنا يباره عن 200 الف تقريبا يعني 200 و180 الف زيادة على السلعة بينما كان قبل اذا حقه دولار وعشرين والدولار مية زيادة لها 10 تلاف ليرة بس يوم عم يزا لها 120 و150 و200 لانه ليش صرف عنده حرية لانه فيه قرار رسمي بيحقله يسعر بسعر الصرف واذا نحن بقرة على التسعير على البنزين كمان بالدولار كمان شوفي مزيد من الهنيار بسعر الصرف شكلتلك من شوي ما بكفره هنجي نقول بس ان نطلب بس من مصر في لبنان يتدخل كمان الحكومة تعمل امر معين وتعمل اجراءات تساعد شوي بفهم انه فيه سيئس وبيفهم فيه مضاربات بس كمان فيه اجراءات تنعمل بتحب من الهنيار بسعر الصرف الدولار بدأ انتقل بما تبقى لنا من وقت إلى موضوع صندوق النقد فيه من صندوق النقد الدولي موجود في لبنان هذا صندوق الذي كان طلب سلة من الاصلاحات وحتى الساعة لم يطبق شيء منها وتقول لن يطبق يكتب عماد مرمل في الجمهورية اليوم صندوق النقد يؤنب اللبنانيين مجددا اسمح لي بدأ ارى هذه الجملة اللي كاتف فيها انه صندوق النقد اللي التقى عدد من المسؤولين قالوا انتم بحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات في حين انكم لا تفعلون شيئا جديا لاستقطابها بل تحرقون ما تبقى من وداء والخشية من ان يأتي الدور على الذهب ايضا ينبغي ان تعرفوا ان قرشا واحدا لن يصلكم بلا اتفاق نهائي مع صندوق النقد لم يعد هناك مال يرش عليكم كما كان يحصل قبلا ومطلوب منكم تطبيق اصلاحات عميقة لتأتيكم المساعدات وحتى قال لبعض السياسيين ان انتم اوضاكم ليست صودوية فقط بل مأساوية ما قولي بالذهب؟ معوها صندوق الناد باللي قالوا لا لا صندوق الناد بالبداية انا اتفق من صندوق النقد هو مكياس من اجل عبدة الدعم الدولي للبلد ولكن بنفس الوقت صندوق النقد الدولي اليوم ما رحل بلد حتى يكون شفاف وخرج من اثبتها الاقتصادية بسولي هاي دي مصر اكزامبل هاي دي البرازيل قبل واللي عمله الرئيس الحالي والصابق وقته اللي لغى التعاون مع صندوق النقد وراح لاستصلاح الاراضي اللي صارنا سنين بنحكي فيه وبيتهمون نحن بنا نبيعوا صدد الدولي يا عمي بنت تعمل استصلاح للاراضي هاي دي دوباي كانت قرار اراضيها صحرة وعملتها استصلاح وصمارتها وغيرها وهي ده ببرازيل عملوها روح شوف التجربة البرازيلية وان صارت البرازيل وان كانت اي صندوق النقد مهم نوع من اعطاء الثقة كمان احنا كل لبنانين من انساعد حالنا من جهة هلأ بتقليلي القيام باصلاحات ما كنا نعرف ايه متداخل بالسياسي ما كل كطاع بهالبلد في حدا سياسي يستفيد من وراء فكل كطاع بدك تفوتي فيه بد يجي يقولك ايه ولا وعملين سيمفونية بيطلع بعض الاعلاميين بيساعدوهم فيها ممنوع المساس في اصول الدولة لا للخسخصة نحنا عمولتها نثمر ونفعل ليش لا للخسخصة لانه هم استفيدين مننا لانه هاي ده اللي موجودة معاهم عم بطلعوا مننا مئات ملايين الدولارات سنويا بشكل مباشر او بشكل غير مباشر حتى نكون شففين يعني فيه ناس ما لا مصطح تجي الكهرباء بالبلد 24-24 توقف اشغال كتير تاني عم يستفيدوا من وراها فيه ناس ما لا مصطح قطاع اتصالات يصبح عنده خسخصة تصبح أسعار ومثل أسعار العالم كلها أرخص وأفضل تستفيد من الدولة انه عم يعمروا أموال طائرة من وراها حتى نكونوا واقعيين صندوق النقد هو بيعرف قبل انه عم يتعاطى مع سلطة متمسكة بالمفاعل الاقتصادية بالبلد مع كل أسف بكل دول العالم يكون تقوين السياسة في خدمة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية إلا بلبنان جعلوا المؤسسات المالية والاقتصادية في خدمة السياسية هذا التداخل معنا باللك صعب يصير فيه صدق انه عم يقلنا انه اذا انتم عملتوا هذه الاصلاحات اللي انا طلبتها منكم هو عم بيقول انه انا انصدم قال هو يستغرب ان انا نتفق مع الحكومة على نصوص معينة لما بتروح هذه النصوص على مجلس النواب بتتغير كليا عجبتني هو ينصدم نحن صارنا 40 سنين مننصدم كل يوم انه بنصدم لك مرة انه طبيعي بقى تنصدم اخر شي مع يعني انت شو تفكر مع مين عم تتعاطى نطلع منقلهم يا حبيبي عندك مشكلة بالكهرباء عم تعمل لك حضر 3 مليار بالسنة الحل 1-2-3-4 ما حدا بيعمل حلي عندك مشكلة بكتاع اتصالات كذا كذا بتحلوا 1-2-3-4 ما حدا بيصنع بتقدم حل منطي بتقوله انت الدولار الجمركي لا بيقدم ولا بيأخ بتقوله انه اذا تعملوا دولارة بالاسعار تدخم حيصير 200% وحتقل اكتر بروحوا عالدولارة شو بدي ينصدم لن ينصدم احنا نصدمين اكتر منه يعني تتفقد انه محا تتطبق هذه الاسوحة لست متفائل بالاصلاحات ابدا حاليا لهيك بنادي دايما نحن صلنا بحاجة لنظام سياسي اقتصادي جديد بالبلد راقلية مختلفة بادارة الملفات وإلا بكل شفافية كل ما نحكيه من تقنيات اليوم يبقى حبر على ورق اذا ما صار فيه تغيير بالعقليات التي تحكم هذا البلد بكيفية إدارة الملفات ما بدأ خيب أبا المشاهدين ولكن يبدو انه سننتظر كثيرا حتى يحصل هذا الامر انا بدأ شكرك الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي على هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة ورمضان كريم على جميع اللبنانيين وجميع المشاهدين الى اللقاء